قصف متبادل ومعارك مستمرة يرافقها تحشيد عسكري كبير هذا ما يحدث بين أرمينيا وأذربيجان للأسبوع الثاني على التوالي والسبب النزاع على إقليم كرباخ التابع لأذربيجان الواقع تحت سيطرة أرمينيا معارك طاحنة راح ضحيتها أكثر من 300 شخص بينهم مدنيون وتسببت بخسائر مادية كبيرة وفقا لتقارير صحفية من البلدين فيما لا يبدو بأن طرفاء القتال ينويان وقف التصعيد ولو على المدى المنظور رئيس أذربيجان إلهام علييف اتهم حكومة أرمينيا بمحاولة تدوين ملف النزاع في كرباخ وإشراك دول أوروبية وأعضاء من منظمة معاهدة الأمن الجماعي فيها وعلى رأسهم روسيا التي تخلت مؤخرا عن فكرة دعم أرمينيا في هذه الحرب بحسب تصريح الكريملين التصعيد مستمر ولا عودة للحوار مع أرمينيا ما لم يتوقف القتال في كرباخ تقول أذربيجان وكذا الحال بالنسبة لحكومة يريفان التي وصف رئيس وزرائها نيكول باشينيان العمليات العسكرية التي تشنها القوات التابعة لإقليم بأنها حرب على الإرهاب إصرار الطرفين على تسوية نزاع عسكريا لم يمنعهما من الإقرار بأن القضية قد تتفاقم وتتحول إلى حرب إقليمية أو دولية تتدخل فيها أطراف فاعلة لفضل اشتباك الجاري بين البلدين خطورة النزاع في كرباخ واحتمالية توسعه ليأخذ أبعادا أكبر حذر منه الرئيس الإيراني حسن روحاني بعد أن نالت أراضي بلاده نصيبا من القذائف ورغم احتدام المعارك في الإقليم إلا أن الحكومتين الأذرية ونظيرتها الأرمينية لم تستبعدات توصل إلى حلول وسطى من أجل نهاء النزاع المسلح ومنذ السابع والعشرين من شهر أيلول الماضي تخوذ أذربيجان ما وصفته بالهجوم المضاد ضد القوات الأرمينية في كرباخ حيث تؤكد باكو أن الهدف من عمليات جيشها هو استعادة الأراضي الأذرية المحتلة من قبل أرمينيا بينما تتهم الأخير أذربيجان بالعدوان على الإقليم الذي تدعمه ييريفان دون أن تعترف به رسميا ترجمة نانسي قنقر